ما إن أنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى السعودية وبعد لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأتمام الصفقات التاريخية التي أجريت بين البلدين حتى نشأت قضية جديدة لم تكن متوقعة على الساحة الدولية والتي تجسدت بتوقيف مواطن سعودي تم الاشتباه بها حيث لاقت هذه الخطوة تفاعلاً كبيراً في أوساط المملكة وأثارت جدلاً واسعاً حيث تصدر واسم المواطن السعودي خط أحمر التريند في تويتر ولتستجيب في المقابل السلطات الفرنسية وفي التفاصيل أعلن مكتب الإدعاء الفرنسي أمس عن إخلاء سبيل المواطن السعودي خالد العتيبي بعد توقيفه في باريس بسبب تشابه اسمه مع أحد الموقفين في قضية جمال خاشقجي بحسب وكالة الأنباء الفرنسية وأشار في بيانه إلى أن عملية التحقق من هوية المواطن السعودي خلصت إلى أن مذكرة التوقيف التركية لا تنطبق عليها وجاء ذلك بحسب صحيفة عقض بعد تدخل سعودي رسمي أعاد الأمور إلى صوابها والذي عمل على تراجع السلطات الفرنسية عن هذا الخطأ الأمني والذي تسبب بتوقيف العتيبي بسبب تشابه الأسماء وأشارت الصحيفة الصادقة إلى أن تسريب خبر الاحتجاز يتحمله الأعلام الفرنسي والأجهزة رسمية الأمنية ويحملهم المسؤولية القانونية تجاه التشهير والإساءة التي لحقت بالمواطن ما يستوجب تحركاً قضائياً لتعويده عما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية وعلى أثر ذلك إنهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السعودين الذين أبدوا غضبهم على هذه الحادثة ولعل من أبرز هذه التعليقات كانت ذلك الذي قال خط أحمر بوجود قيادة مثل أهل سعود ليرفع الله قدرهم ويعزهم ولا يعز عليهم وليقول آخر لن أحسن النية تجاه السياسة الفرنسية ومسألة تشابه الأسماء في بلد متقدم يجعلك تستخف الموقف ورغم كل ما حدث هي ليست مسؤولة عن أي موضوع متعلق بالمملكة هذا يعتبر تعدياً وكان الموقف السعودي قوياً وحازماً وسريعاً الحمد لله على سلامته وليصعد آخر قائلاً فعلاً المواطن السعودي على جميع الأصعدة خط أحمر ممنوع تجاوزه ليس فقط في فرنسا بل على كل دول العالم الانتباه والحذر في التعامل مع الشعب السعودي بكل المجالات والدول بكل احترام وعدم التجاوز انتهى المواقف السعودية المناهضة للقرار الفرنسي بالتوقف قد ينذر بأزمة مرتقبة بين البلدين لا سيما بعد زيارة ماكرون وتعزيز العلاقات بين الدولتين وطرح صفقات عسكرية جديدة فهل تتأزم العلاقات وتتراجع السعودية عن التزاماتها بهذه الصفقات؟ وهل تضرب خطة ماكرون في حملته الانتخابية وتفشل؟